على مدى السنوات التسع الماضية لم يتوقف الجدل والسجال في المحافل والأوساط السياسية العراقية وكذلك الخارجية المعنية بالشأن العراقي بخصوص طبيعة الوجود التركي في إقليم كردستان ومبرراته وحجمه وأهدافه وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وتبعات في بلد أرهاقته الصراعات والحروب الداخلية والخارجية وتجاذبته وما زالت الأجندات والمشاريع الدولية والإقليمية صنعوا القرار التركي وعرابوا الاستراتيجيات هناك يقولون إن تركيا لن تتمكن من تسجيل حضورها وفرض دورها في صحتين الإقليمية والدولية دون تحقيق قدر كبير من الهيمن على الدول المجاورة لا سيما تلك التي تعاني أوضاعاً وظروفاً سياسية وأمنية واقتصادية مضطربة ولا شك في أن العراق يعد في مقدمة الدول التي تضع تركيا أن أصبع عينيها هدف التمدد فيها بعد أن أتحت لها العوامل والظروف والدوافع التاريخية والجغرافية والسياسية الفرصة المناسبة التي من شأنها أن تفتح المجال أمامها لإطلاق يدها وترسيخ وجودها هناك وجود استطر وما زال خلف عباءة الاتفاقات التي تحاك بين أساسة أتراك وعراقيين أثر المصالح الشخصية على مصلحة العراقيين الذين ينظرون إليه على أنه احتلال صريح لأراضيهم وانتهاك صارخ لسيادة بلادهم بإحجاج وذراء عواهية إذ دخل النظام التركي بادي الأمر إلى إقليم كردستان زاعما تدريب قوات البيشمرقة ليمتد ويتوسع أكثر بهدف إحياء الإمبراطورية العثمانية بعد أكثر من مئة عام من انهيارها وزوالها رئيس النظام التركي رجب أردوغان بحسب مراقبين كان حريصا من جهة على إخفاء مطامعه التوسعية في المنطقة من خلال الاتفاقات مع الجهات الحكومية العراقية بينما تستمر آلته الحربية من جهة أخرى بدك القرى الآمنة لسيما في محافظتي أربيل ودهوغ بإقليم كردستان مخلفة دمار هائلا في البنية التحتية وحرائق أتت على غابات المنطقة ومزارعها وبساتينها وأثارت الاتفاقيات الجديدة بين الحكومة العراقية والنظام التركي وما نتهج عنها من إطلاق يد الأخير في العراق موجة ردود فعل غاضبة وانتقادات طالت ساسة البلاد بالدرجة الأولى فيما تبقى القضية الجوهرية والمهمة هل يستطيع الشعب العراقي كبح جمح الاندفاع التركي تجاهه؟ وماذا عن تبعاته وآثاره وتدعيته المستقبلية؟ يقول مراقبون